طيب ايه العلامات اللي ممكن لو شفتها على الطفل اعرف انه هو خلاص بقى مدمن لاستخدام السوشيل ميديا اولا انه لا يستطيع انه يقعد معايا ويتكلم معايا او يقعد مع اصحابه او يعمل اي حاجة ودائما بيفضل انه ايه يمسك الموبايل او التاب بتاعه وقعد عليه طول الوقت الحاجة بقى الملحوظة اللي بقى تبقى حاجة مرضية جدا ها النظرة الميتة في عيني ابني او بنتي فيه كده لمعة موجودة في عين كل طفل وطفل لو اللمعة دي راحت اعرف انه فيه هناك خطر شديد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي انه ده بلانة زي ما بنقول بالضبط ايه اللمعة اختفت وده بقى علامة على كل ام واب يركز فيها مع ولاده لو لقاها راحت يعرف انه فيه انهاج او ادماء بزرق مؤشر سيء جدا ويجي بالتدخل مبكرا الحاجة الاخيرة طبعا انه يلاقيه لو انا سحبت منه الموبايل او التاب او اي حاجة بيبكي ويعيط ويسرخ ويعمل سلوكيات غير عادية لكنها اعراض ان سحب وخدر يعني طيب هل ممكن الاطفال تصاب بالتوحد نتيجة استخدام سوشيال ميديا بشكل مفرد؟ لا للامانة العلمية لا التوحد مرض جيني وله علامة وحاجة تانية خالص تمام احنا بنوضح برضو بعض المفاهيم ولكن عشان نكون برضو واضح ممكن يجيدي مظاهر شبيهة بالتوحد ولكن ليس مرض التوحد يعني يبقى منعزل وما بتعملش مع الاخرين ولكن التوحد ضمرة ضد المخ ما بيتكونش أصلا نتيجة لأسباب وراسية جينية هنا هتبقى أسباب بنسميها بيئية أول ما شيلها الطفل يبقى كويس جدا لكن تعامل الأب والأم مع الطفل هو اللي ممكن يدفعه لأنه يستخدم مواقع التواصل الابتماعي حتى لو هو ما كانش عايز ده طبعا احساس الطفل أنه ليس مرغوبا فيه أو أن سلوكياته ليست مصار انتباه أو تقدير اللي حواليه بيدفعه بطريقة غير مباشرة على طول إلى اتجاه السوشيال ميديا لأن هناك مفيش نقط مفيش حد بصصلي مفيش حد ايه بيعلق علي أو بينتقدي عشان كده بنقول للأهل ما تنتقدش ابنك حتى لو عاوز تقومه أو عاوز تغير له سلوكه تبدأ بالجملة الآتية أنت إنسان جميل وعشان أنت إنسان جميل خسارة تعمل حاجة مش كويسة فتعال نعمل حاجة تخليك أجمل وأجمل الكلمة دي برغم أنها تبدو كلمة مش عميقة قوي مفعولها مفعول السحر للطفل الطفل كل ما يرغى فيه في حياته إن أبوه أو أمه يقوم مبسوطين منه نظراتهم فيها نظر إيجابية سلما نخليها قعدة يعني نخلي الجملة دي قعدة بداية كلام دائما أنت إنسان جميل أنت طفل عظيم وخسارة تعمل حاجة وحشة مش ولكن أو بس لا خسارة تعمل حاجة وحشة لو الطفل أو المراهق تكون عنه صورة إيجابية عن نفسه هيستخسر يعمل أي حاجة تضره عشان كده تشجيع الإيجابي أفضل مليون مرة من العقاب والحاجات التانية دي خلص طيب دور الأب ولا الأم في الموضوع ده في السن صغيرة قوي 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 الأم هي الأساس ولكن الأب له دور كل ما بنجبر في السن كل ما دور الأب بيزداد أهمية لأن بعد شوية الطفل بيبقى ياخد الأم حاجة اسمها فور جرانت لكنها خلاص هي بتحبني وما فيش حاجة تحصل أنه هو الدور الإنسان القوي اللي حكمه عن الأمور فعلا هيبقى مهمة في الفترة كده لكن الاتنين طبعا في غاية الأهمية يعني